بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء يا سادة مازال القرآن يغذي قلوبنا وينور صدرنا ويفتح لنا أبواب زي الأبواب اللي فتحها شهر القرآن أبواب الجنة فيفتح لنا أبواب الجنة في حياتنا وتفضل حياتنا متنورة وتتسع مع القرآن الكريم وإحنا مشينا مع القرآن الكريم رحلة في غاية الروعة في خمس مجالات من مجالات حياتنا وقرآن بنانا لإن إحنا لما القرآن يبنينا بيبقى شعرنا في برنامج ولا تعسره القرآن يبنيني يبنيني في إيه؟ في كل مجالات حياتي فمشينا مع القرآن في خمس أيام فبنى القرآن زوتنا ثم مشينا مع القرآن في خمس أيام تانية فبنى القرآن أسرتنا ومشينا مع القرآن وبنى تصورنا عن العمل فجدت حياتنا وخلى العمل بأمل وبعدين كمان مشينا مع القرآن فبنى علاقتنا عشان تبقى علاقات رشيدة منيرة جميلة ثم انتهينا أمس من الكلام وإزاي القرآن بنى نظرتنا المستقبل وبنى إزاي نعيش المستقبل بنور الله والنهاردة نبتدي المجال السادس والأخير نبتدي الكلام عن مجال أنا من أحب المجالات اللي أنا بحب أتكلم عنها والناس بتغفل كتير إن القرآن بنى هذا المجال وهو مجال السعادة من أكتر الأشياء اللي بتمنعنا عن صلاح البال وبتغلق قلوبنا عن ذوق السعادة اللي ربنا سبحانه تعالى بساه في كل أركان حياتنا هي كسرة التوجع وما شفت الشيء بيجعل الإنسان لا يرى السعادة ويجعله يائس وعاجز قد التوجع مش بس التوجع خد كمان التوجع والشكوى واللوم كل دوة أشياء بتمنع الإنسان من السعادة لكن شوف مولانا سبحانه وتعالى وهو بينشر حنانه وجماله علينا في آية سورة محمد الآية الثانية اللي يقول فيها سبحانه وتعالى عشان يبني فينا إن السعادة نور وبركة فيقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم الله شوف ختام وأصلح بالهم فالآية الكريمة بتعلمنا حاجة لابد إن احنا نضعها برهان في حياتنا ونور ياخدنا في حياتنا عشان نستمر مع الله سبحانه وتعالى الحقيقة دي بتقول إيه؟ الحقيقة إن الحياة إن الحياة فيها ركن من الأركان وفيها طلاق نور الله سبحانه وتعالى بها كل أركان الحياة وهو إن السعادة حقيقة كتير من الناس بيشوفوا إن السعادة ليه بقول إن السعادة حقيقة؟ لأن كتير من الناس بيشوفوا أن السعادة فرصة يعني فرصة تيجي الحيتاء ما الحيتاءاش خلاص أو أن السعادة لحظة لحظة بتحس بيها وتنتهي فيبقى خلاص مش لازم نعيش السعادة ولا أن السعادة تكون دايما معنا وسعادة بيحسوا أن السعادة تفرأ تحاجة كده تحصل من غير أي مقدمات وتحصل كده تفرأ في حياتنا ثم تنتهي في مدة في حياتنا سواء كانت الشباب سواء كانت الطفولة فتنتهي السعادة ولكن الحقيقة لو إحنا شفنا الحياة من عند الله لأن لو كانت الدنيا تساوي عند الله ففي نظرة من عند الله اللي هي نظرة طائر النور لا بنبص بنظرة عين النملة ولا عين الطائر لكن بننظر بعين النور التي من عند الله ترى أن السعادة حياة والسعادة حقيقة فالسعادة ممكن في كل نفس مما أن السعادة حياة وأن السعادة حقيقة ممكن تكون السعادة في كل نفس من أنفاسك ونزلك احنا بيحصل لنا كده فأوقات نحس ان السعادة جت وأخرجتنا من الضيق اللي احنا عايشينه في أنفسنا فنحس ان احنا سعداء لعشان دايس بتلنا الكلام وأصلح بالهم ان السعادة ممكن تكون لحظة ان السعادة ممكن تيجي لان السعادة موجودة في كل لحظة مش ان السعادة لحظة طب والناس اللي عندهم كتر الوجع ده كتر الوجع ده بيجي منين كتر وجع الحقيقة يا سادة لازم نفهم بدلا من الكلمة عن السعادة فهنا نتكلم عن شوية حقائق كتر الوجع ده في الحقيقة بيجي من وهم النفس في وهم عند النفس في ايه الوهم اللي عند النفس ده بتقولك ان جودة الانسان بتكون بمقدار ما يتوجع كل ما انت توجعت بيبقى انت انسان عاطفي وانسان حساس وانسان انت بتعيش حقيقة الحياة انسان وقعي وانسان حساس وانسان بتعرف يعني ايه حياة وانت انسان وقعي بس ده وهم جاي من انك انت الوحدك وهم جاي ان حد بايده وانه يأذيك ويتسلط عليك مع ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اتخنى في امان الله ازاي اتخنى في امان الله الوعلم يعني وتيقن ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتباه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا بشيء قد كتباه الله عليك وربنا كتب على نفسه ايه الرحمة ففكرة كتر الوجع ده اكتر شيء بيعكر علينا استحضار معية الله انت في معية الله ليه كتر الوجع ده وانت في معية الله والله لطيف بعبادي اليس الله بكاف عبده فتيجي نفسك الامرة بسوء تلوح شغلاك تشغلك بايه تشغلك بالتوجع وبقاه بدل ما تشغلك بيا الله وتخليك تعجز فتحس ان حياتك ضيقة وتفضل حبسك في ديء الوجع وتبتلح حبسك في المواقف السيئة واللي بتخليك عينك تنظر بنظرة سوداء خلوا بالكم ان القلوب السوداء قلوب منكرة عند الله سبحانه وتعالى القلوب اللي فيها نكة سوداء لانه محجوبة عن رؤية جمال الله ومحجوبة عن رؤية السعادة احنا في حضرة مولانا سبحانه وتعالى هيضن علينا بالسعادة ابدا اكتر شيء اصبح تتلاعب به النفس في حياتنا هو الوجع ولزاك يا مكتراء اي حاجة ممكن تجعلها تجلب عليك الوجع وبقينا بنصنع الوجع وبنجعل من الوجع ده صانع للامجدنة فبقينا مستحقين عند الناس من ايه اللي حاصل بنستحق عند الناس الشافقة بالوجع وبقينا نفرز الناس ونقبلهم او نرفضهم بمقدار ما عندهم وجع يبقى الانسان اللي بتوجع ده اخليه قريب مني لان ده انسان حقيقي او انسان اواقعي او انسان فعلا بيقدر المواقف والاحداث وده مش حقيقي يا عبد الله لو قلبت امورك كلها هتجد على ظهراء مكتوب الله لطيف بعبادي واحنا قبل كده لما تكلمنا قلنا ان القدر تعديفه الحقيقي انه كتاب لطف الله كتب بمداد من ود الله فازاي ده هتلاقي احداث كلها واجه مكتوب عليه الله لطيف بعبادي والواجه التاني مكتوب عليه كتب ربكم على نفسه الرحم الله يعني المسألة كده يعني كل الاحداث كده انت عايز تفهمني ان الاحداث كلها بتحمل ما يدخل عليك السعادة نعم وعشان كده الاية الكريمة اللي احنا بنتلوها النهاردة والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم عن ليه عشان دي حقيقة الحق يحدثك بالحقيقة كأنها بتقرر ان الحياة من اهم حقائقها ان اصلاح البلدة حقيقة وهنا تكون السعادة حقيقة وتكون السعادة حياة وبتعلمنا ان معيار السعادة مش بتحقيق امنيات بعينها ليه لان ممكن السيناريو ده يتغير على فكرة امنيات دي ممكن السيناريو ده يتغير احنا نفسنا امنياتنا بتتغير ايه دا هم ليبقى معيار السعادة ايه معيار السعادة يا سيدي انشرح الصدر تحس ان انت صدرك اوسع من الاحداث ولما يجي لك الحزن ما يلاقيش ما يقدرش يملك عليك كل وجدانك لا ايه لا يحصل تلاقي صدرك اوسع من الاحزان اوسع من الاضطراب وتلاقي كمان معيار راحت البال وكمان معيار جمال الحال وتلاقي معيار مهم جدا جدا كمان في السعادة هو الرضا مربع جميل اوي 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 مربع فيه راحت البال وشرح الصدر وجمال الحال والرضا وعشان الانسان يدوء السعادة محتاج ثلاث حاجات اول حاجة يؤمن ويتيقن من حسن معاملة الله له سبحانه وتعالى اليس الله بكافر عبده اهو الله يا رب نشهد انك تكفينا يا رب العالمين وربنا سبحانه وتعالى لن يتركك ابدا وانه يدبر حالك وتكتب على قلبك تاني الباقي معك ما ودعك والباقي معك ما ودعك الحاجة التانية لازم يديم العمل بأمل لازم يحصل الانسان يديم العمل بأمل فدوام العمل بأمل بيعمل معافاة للقلب يا سلام على العافية اللي بتكون في القلب لما الانسان يتخلص من كثرة التوجع وقلب يكون راسخ كده وثابت زي ما كنا بنتكلم وبنتكلم عن الصمود واحنا بنتعامل مع المستقبل كمان يبقى للقلب لما يكون صامد بيخلي الانسان يشوف نعم ربنا يشوف الحياة ملونة بألوان النعم وساعة من يشوف الحياة بألوان النعم يقدر يستثمر النعم دي ويشوف ويسع الله ويسعد تالت حاجة لازم الانسان يصير على قدم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي يخلي بالكم عشان الناس اللي بيروجوا للتعاسة والوجع حضرة النبي كان لا يرى إلا متبسما عشان يقول لنا إن السعادة حقيقة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعث بمكارم الأخلاق فلازم الانسان يحيى بهدي يبقى احنا لازم نسير على قدم حضرة النبي إن احنا نحيا بالقيم فالانسان السعيد هو اللي حياته لها جودة ومليانة وجودة الحياة بتتأس بالقيمة بالقيم اللي انت بتعيشها وازاي بتبقى فيه قيم مضافة انت بتعيش بيها وعشان كده الانسان اللي بيعيش بالرحمة والخير والجمال دايما علاء السعادة طول الوقت في حياته يا سادة لازم نبقى فاهمين كويس جدا جدا إن احنا عشان ندوق السعادة لازم نحس بنعمة ربنا سبحانه وتعالى وجددوا إيمانكم بحب الحياة فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب الحياة فنحن نحب الحياة بيسألوني انت ليه مش مشغول بالوجع قلت لهم لأنني مشغول بحب الحياة حب الحياة التي جعلها الله نعمة ووسعها بالسعادة وجملها بالسعادة وانا موكن بأن الحياة التي أعيشها الله سبحانه وتعالى يخبئ لي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر أما الدنيا فالدنيا دي وسيلة تيجي وتتغير وعشان نتيقن ونعيش ان السعادة حقيقة محتاجين شوية إجراءات نعملها خلي ليك في يومك ورد من الحمد تستفتح بيه اليوم وتفتح بيه عينيك على رؤية جمال الله فبتفتح عينيك انك ترى النعمة فأول حاجة تحمد ربنا سبحانه وتعالى وإحنا عندنا هنا حاجة مهمة أوي في النعم تذكر النعم في النقم والمعاصي انسى وتوب لله عن المعاصي كلها لكن في النعمة تذكر النعمة اللي ربنا عليك لأن النفس الأمر بتقولك ويا فين النعم دي لا تذكر نعم الله وعدتها وتأملها فساعة ما يعمل كده لما تحمد ربنا على نعمة حاضرة الإيمان يتجدد وترى السعادة في الحياة وتعرف ونقدر نكمل كمان كلامنا عن السعادة والحقيقة وخلوا بالكم الكلام عن السعادة كلام جميل وكلام مريح لأنه بيفتح أبواب الله سبحانه وتعالى ويخلينا نحس بوسع الله نكمل كلامنا عن حقيقة السعادة وأن السعادة حقيقة وكمان نتلقى سئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل تراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بتفضل جسر منور بيننا وبينكم عشان نفضل في مجالس النور مجالس الذكر ومجالس التعلم عسى الله سبحانه وتعالى يذكرنا في الملأ الأعلى إن شاء الله وتكتب أسماءنا في دواوين المحبة ودواوين الرضا وخاصة النهاردة كنا بنتكلم على حاجة مهمة جدا ابتدينا ملف مهم جدا 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 ابتدينا ملف الأخير ملف السادس وابتدينا فيه بمعنى بيخلينا قريبين من الحق سبحانه وتعالى ابتدينا ملف السعادة السعادة اللي هي لون بيلون به لله سبحانه وتعالى حياة الطيبين السعادة هي اللي بدخلك في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة السعادة ده هي لون الحياة الطيبة وعشان كده الله سبحانه وتعالى في آية سورة محمد كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وعشان كده إيه اللي حاصل لازم نشوف السعادة لازم نشوف السعادة ونشوف أول لبنة بتبنيها الآية في حياتنا إن السعادة حقيقة وعشان نعيش إن السعادة حقيقة لازم نتيقم ونعيش شوية حاجات أول حاجة قلنا قبل الفاصل خلوا يومكم يبتدي بالنور يبتدي بالجمال يبتدي بالسعة يبتدي بالوصل بالله سبحانه وتعالى فتحوا أعنيكم على نور ربنا على نور ربنا اللي هو الشمس لا على نور ربنا اللي هو الحمد وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وتمتني كمان لزوجتك والأحبابك والزميلك وتعيش بالامتنان ده فالمتنان بيربي قلبك وبينور قلبك وبيوسع قلبك على الفرح بنعمة ربنا لإنه بتحس إن كل اللي حواليك دولة نعمة من ربنا سبحانه وتعالى وكمان ياريت تختار حد كل يوم من أسرتك أو من أهلك أو من أحبابك أو من أصدقائك من الدائرة المحيطة بيك القريبة اللي دايماً تقدر تعيش مها اختاروا إن أي حد محتاج حاجة طيب خطره فتعمل إيه؟ تدخل السرور على قلبه فاكرين إن من أعظم الصدقات ومن أعظم النعم سرور تدخله على مسلم فتقرر إن أنت تدخل السرور على قلبه ولو بكلمة حلوة عنه ولو بوصفه فعل عمله بوصف حسن فتسعده عشان تعرف إن أسعد الناس من أسعد الناس ساعتها هتحس إن حياتك مليانة بسعادة آخر حاجة حاول إن أنت تضيف كل يوم قيمة جديدة في حياتك مع أسرتك في قيمة إضافية بعمل تعملوه مع بعض بإضافة فكرة جديدة لحياتكم كل ما تعمل الكلام ده كل ما حياتك عتتملي سعادة وهنا يا رب اجعلنا دايما من السعداء وخلينا نسعد بأول سؤال معانا من الأستاذة إسراء أستاذة إسراء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعمل إيه يا رب كيف؟ إزاي حضرتك؟ الحمد لله ما شاء الله أنت حضرتك كبيرة قوي واضح إن صوتك ما شاء الله أنيسة كبيرة أتفضل يا أستاذة إسراء ماما بتقول لك على النبوسة الشراجية بتفطر؟ ما هي ستة؟ النبوسة الشراجية أه تفطر؟ طيب أنا أقول لك يا ستة أستاذة إسراء سيدتني على النبوسة الشراجية إحنا الاختيار الأخير في مسألة الفتوى إن هذه المسألة لأنها في الحقيقة ده اخترنا إنه ليس من المنافذ المفتوحة فيبقى ديت مش هتفطر إن شاء الله معنا الأستاذة أميرة من الشرقية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا فضلت الشيخ؟ الحمد لله إزايك أستاذة أميرة تفضلي الحمد لله لو سمحت يا شيخنا السؤال اللي أنا أسأله لحضرتك دوة كلام على لسان والدتي يعني أعتبر إن والدتي هي اللي بتسألك السؤال دوة ما شاء الله النهاردة ما شاء الله كل البنات دلوقتي بيسألوا لمماتهم طول الوقت تفضلي يا أستاذة أميرة والدتي والدتي والدي لسه موجودين على وش الدنيا حفر الله وش أربع أولاد بنتين وولدين البنتين اتجوزوا الأول وأمي مغرمتش لنا في الجواز اللي حاجات بسيطة الأولاد اتبع لهم فدنين طيب بداية من الجواز لحد ديت لما العروسة دخلت البيت طيب يا سيطة بقى فدنين هي قالت أنا خايفة أن أنا أظلمكو لأن أنا باعت للولدين فدنين والبنات ما تتلوقتي حاجة طيب فقالت أن أنا حاب أن أنا الفدنين البقيين أكتب لكل واحد فينا ولد أو بنت نصف فدن طيب فهل هذا يجوز شرعاً ولا حرام يجوز شرعاً وليس حراماً يعني لو مثلاً أنا مش عارفة أسأل حضرتك السؤال إزاي يعني أنا اللي أجاوب عليك بطريقة تانية يا سيطة العزيزة أنت دلوقتي بتسألي هل ينفع أن كل واحد فينا ياخد مساولة تاني آه ينفع ينفع ليه لأن دوات اسمه تصرف في حال الحياة مش مراس فكرة أن الناس تقول والله أنا أوزع مراسي على حياة عيني مفيش حياة اسمها حد بيوزع مراسه على حياة عينه اللي هو بيعمله ده اسمه تصرف في حال الحياة إذا كانت هي كاملة الأهلية ربنا يديها الصحة وهي كاملة الأهلية والفدانين اللي هم عتوزعهم دولة هي بتملكهم ملكاً تاماً تتصرف فيها زي ما هم عايزين تدي الواحد فدان وتوزع الفدان على البقيين تدي الكل لحد الفدانين فده ملها وتتصرف فيه كيفما شاء طبعاً من الحسن أن هي تساوي بينكم فاللي هي هتعمله ده جائس شرعاً وكمان بيحقق كمان الشيء المندوب اللي هي ساوت بينكم فان شاء الله اللي هي عملته ده جائس شرعاً وحلال ومفوش أي شبه تمام؟ أستاذ مصطفى يتفضل أيها السلام عليكم عليكم السلام عليكم نعم وفضل الحمد لله بقول لحبتك أنه أنا قبل رمضان كده من يعني حوالي مثلاً أسبوع حصلت مشادة ما بينهما بين زوجتي وهي بصراحة يعني خرجتنا عن شعوره ومتعطب ومترامل يمين عليها مرتين أو هي زوجتك لو ولدتك رمين من فوق السطح هترميها من فوق السطح؟ لا بس هي ما طلبتوش بسأل حضر لك سؤال ما أنا بسأل حضر لك سؤال هي طب هي لو ضغطت عليك برضو هترميها من فوق السطح؟ الطلاق كده يا ولدي لا الطلاق ده يا ابني حرق للبيت وكبل الزيت وحرق للغيت فانت بتعمل كده ليه؟ أول حاجة دي أول مرة توعمل كده؟ آه يا أول مرة آه مفيش أي ألفاز طلاق خالص ولا أي حاجة في اللي علاقة بالطلاق خالص؟ آآ لا لا خالص يا دي قد أول مرة وأنا يعني في وسط يعني مرميته علاقة مرتين كده ويعني في وسط المشدة والخناقة ما تلفزتش بأي لفظ ليه علاقة بالطلاق قبل كده في حياتك كلها الزوجية؟ لا خالص لا 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 خالص متجاوز من كم سنة؟ متجاوز من كم سنة؟ لا من كم شهر حارتك يعني من حوالي مثلا عشر شهور؟ يعني انت متجاوز من عشر شهور؟ آه ومشاء الله وبتجرب الكلمة في لسانك ولا ايه بتعملي عشر شهوره بتطلق؟ الله أكبر مشاء الله سرعة في الأداء الله أكبر طيب اسمعني بس خلينا نخلص الفتوى بعدين بقى نكلمك بعد كده ازاي تسلح حالك؟ لا خليه لو هو لسه معانا آه معكب أكبر بس عايز اسألك سؤال في ايه في ايه اوراق رسمية؟ في طلاق عند معزون؟ في قضية منفوة؟ لا خالص ايه حاجة خالص؟ لا خالص بس قلت له قلت له ايه بقى يا سيد مصطفى؟ قلت له يعني وروح وانتطالي وروح يعني وشوية وبعد كده امتايل اللفظ تاني وكان قصدك ايه بعيد يعني ربنا يسمحك؟ انه ما تروح من قدامي بصراحة انا والله ازاي اعلان منك او يا مصطفى ازاي اعلان منك او والله مش عارف انت ايه اللي انت بتعمله ده طيب يعني ما كانش اصدك الطلاق خالص؟ لا اوه بصراحة يعني هو يعني الواحد يعني انا لما ببتحصب يعني ما بقى غارج عن شعوري ما بقى بقى شعر لا 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 بدلت جاوزت يا مصطفى بدلت جاوزت تروح تعالج بقى الحكاية دي بتغرج عن شعورك تسلع تسيبك من الكلام ده خالص تبطل الحكاية دي انت لسه في مقتبل حياتك الزوجية ما تعملش كده خالص ولو حتى في منتهى حياتك الزوجية ولا اي حاجة تنسى حكاية الطلاق دي خالص فتعمل ايه فضلتك؟ تتوب يا الله وتستغفر ربنا ومتستخدمش لفظ الطلاق ده خالص والست دي لسه زوجتك ومتعملش كده تاني خلاص؟ طب انا سألت حضرتك وكان بيعني فيه يعني سألت عنك بصراحة يعني كانوا بيقولوا ان انا يقطع يا حبيب قلبي انت سألتني دلوقتي انا مالي باللي انت سألته تاني تمام تمام مش مسألت ان انا رافض ده انا بقولك بلاش الطريقة دي بلاش الطريقة ان انت تروح تسأل اي حد في اي مكان وعدين تيجي تسأل الشخص فتقوله انا سألت حد تاني اه لا انا راشت بصراح اضار الافتة بس ان انا راشت النهاردة بس هما ما كانوش موجودين يعني طيب ادي ادي نجاوب بتاع لحضرتك يا سيتي اعلن وسأل مين معانا تاني استاذ مين استاذ طواب اه يا حضرتك معاني يا عم الشيخ اتفضل يا فندي سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك ممكن انا عادة سألك سؤال ليه ممكن اتفضل يا فندي اول سؤال انا من زود تحديات الخاصة يعني طيب ربنا اديك الصح طيب انا خليك يا عم الشيخ فكنت عايز يجوز ليه التيامم يعني طول ما انا مجادرش يعني طيب انت من زاوية الاحتياجات الخاصة ولا زاوية الصرف الخاصة يعني انت عندك سلاس بول ولا ولا حضرتك عندك ما بتقدرش التوضى لان انت مبتقدر امشي ولا توضى ولا صعب يعني طبعا يا سيدي طبعا انت لو مش قادر لو مش قادر تروح للمكان المية اسمعني يا فندي لو مش قادر تروح للمكان المية وما فيش حد يوضيك ايوة تيمم ان شاء الله يعني يجوز ليه يجوز لكن ان انت تتيمم اذا كنت مش قادر تروح لمكان الوضوء ولا عندك حد يوصلك الى مكان الوضوء تيمم على طول ربنا ان شاء الله يكتب لك تمام الصحة يجمع لك وين تمام العجل والعافية ان شاء الله استاذ احمد معانا اتفضل استاذ احمد استاذ احمد استاذ احمد استاذ احمد وما دارت نادر وما دارت نادر دي بنت كانت مريضة ومش قادر اوفي بيه طيب مش قادر توفي بيه خالص لا مقدرش اوفي بيه لان ده نادر ستير طيب يبقى انت دلوقت مش هتقدر توفي بالندر ده خالص اه هنتعامل معاك زي الحنس في اليمين وتكفر تطلع ايوة ايوة طيب مانا بكاوبك اهو اه وتطعم عشرة مساكين يا حج احمد تطعم عشرة مساكين يا حج احمد اطعم عشرة مساكين اه وخلاص كده انت مش قادر توفي النادر ده خالص اه يلا يا حج احمد ربنا يبريك لك ان شاء الله استاذ طواب اه عنده سؤال تاني افضل استاذ طواب ايوة ايوة احمد الشيخ كنت عايزة القرالية واحد يعني مالسة بيخش على المراقع الملحدين يعني واحد واحد وانت عايز تنصحه ولا عايز تمنعه ولا عايز تقول تعمل معه ايه ما صحته كثير وما فيش فايدة مش عارف عملي معه ولا حاجه يبعتهن يبعتهنه على دار الافتنة عندنا وحدة سماء وحدة حوار نتكلم معه شويتين ثلاث رافض اي حاجة رافض المشايخ ورافض التوعي رافض من اي جميع اذا كان رافض ده عندنا سلاح تاني حلوة اوي اوي الدعاء بها ادعيله ادعيله وخليك قريب منه وخليك دايما تتعامل معه بمعاملة حسنة وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهديه الى سواء السبيل يبعتين اهم حيلوا على عندنا على واحدة حوار وانت تدعيله وكمان تخليك جنبه عشان ربنا سبحانه وتعالى يكتب له الخير على قديك ان شاء الله استاذة امنية تتفضل ازايك يا دكتور حضرتك ايه نعم وفضل الحمد ولله انا كنت جيت لحضرتك من تقريبا ثمان شهور في داري الافتر انا وطريقي طيب وكنا تكلمنا عن حضرتك معانين المشاكل والمخاوف اللي عاكنت لنا وفي الاخر قرارنا نرجع طبعا بعد ما عادنا مع حضرتك كذا جالسية طيب دلوقتي انا كل المخاوف اللي انا تكلمت مع حضرتك فيها حصل الثاني شخص مش ملتزم ما بيصفش على بيته بيباد برها البيت ومعرفش روافين اه تقريبا بقلنا اهو اكتر من شهرين يعني شهر من قبل رمضان وهو برها البيت ما بيبعدش مصري ببنته ما بيصفش علي وقال مش هتطلقك وهتبضل كده على ذنيتي معلقة من غير اي طلاق انا مش عارف عامل اي انا قبل كده دخلت في الطلقة اللي فيت ادخلت مشوار المحاكم ورفعت قرية نفقة والحاجات ما بيصفش علي اي احكام لانا رجعنا نتواصل مع بعض وجينا عندكم في القذر واتكلمنا مع حضرتك على اساس ان احنا هنرجع ما بيصفش علي اي حب فهل انا دلوقتي ارجع تاني للمحاكم لان انا قلت انا مش عارف حضرتك تفتكرني ولا لا انا اهلي من الزهيد وقلت الحضرتك قبل كده انا والدي متوافي وهم مش هتدخلوا في اي طلق انه تاني فانا مش عارفة دلوقتي هل انا ادخل في سكة المحاكم تاني ورفع قضية نفقة ونفقة بنتي ولا خلاص طيب ارفع قضية طلق ولا لا انا مش عارفة اصلا دلوقتي حتى اعمل ايه يعني خطوة ان انا ادخل محاكم تاني دي خطوة تقيلة جدا علي طلبت من ان هو يطلق وهتنازل عن كل حقوقيه ومش عايزة منه حاجة هو هو فت تماما وفي نفس الوقت مش مسؤول ولو هو عيش معنا مسؤول ولو هو بعد مثلا وشاف حياته مسؤول وبيصوف على بنته او بيصوف علي هو انا الحمد لله انا كده كده يعني انا بشتغل وبصوف على بنتي وتمام بس انا كوضعي دلوقتي مش مرتاحة يعني طيب خليني خليني اسمع سؤالك يا استاذ امني انت بتطلب اني اعمل ايه انا سؤالي دلوقتي ان انا عايزة طلاق هل ان انا ادخل تاني في سكة المحاكم ولا تقدر تتواصل معايا ثاني بس بالطلاق فعلا لانا يعني انا مش عايزة انا اتواصل معايا او اخليكم تتواصل معايا ثانية ان انا ارجع له او يقول ان انا عايزة ارجع له ثاني او كده لا خلاص احنا هنطلق بس انا مش عايزة ادخل سكة المحاكم تاني حاضر يا استاذ امني حاضر استاذ امني انا بس اقول لحضريك حاجتين مهمين اول حاجة حضريك بس تسيبيننا بيانات حضرتك والحالة واحنا هنطواصل معا مرة تانية وما فيش مانع ان الواحد يكون عايز يصلح ذات البين بالعكس خيروهما الذي يبدأ بالسلام ده انت كده تبقى عزيزة تبقى كريمة تبقى محبة لله ورسوله ان انت تعملي كده فسيبينا نشوف نجرب وبعد كده نقول لك رأيي لان في الحقيقة المسائل بتحتاج دراسة ما بيبقاش حكاية روحي الطلاقي دي بتكون بعد دراسة ما ينفعش ان حد يبادر بان هو يقول الطلاقي من غير ما نشوف احنا وصلنا لغاية فين انا سبت حالك تتكلم لان واضح ان انت وصلتي الى حدك كبير جدا جدا من الضغط وده هو ده اللي احنا بنعمله الاول ان احنا لازم نسمع فانا نصحت حداتك ان حداتك عجلي بان انت انت وزوجه حداتك تفضلوها لمركز الارشاد الزواج مرة تانية في دار الافتة عشان نتكلم مع بعض وفكرة ان انا بقى لازم اكلمه هو بقى اقوله على فكرة الظلم وظلماته يوم ما القيامة وعلى فكرة ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول وعلى فكرة انا مش هيخاف ان انا اقولك الكلام ده ان انت متجيش انه بخاطب ضميرك انت لو ضميرك قادر يرياحك ان انت تحط امرأة في هذه الفتنة فاعرف ان انت مش بس بتجمع عليها ظلم انت بتجمع عليها ظلم وبتجمع عليها كمان سخط وبتجمع على نفسك سخط الله ان انت معرض حد لهذه الفتنة ومعرض حد لهذا التعب وهي عملتك بكل اصل لما كل القضايا اللي عملتها لغتها عشان ترجعلك مرة تانية حاول بقدر الامكان تستجيب للنور اللي في قلبك تستجيب لضميرك تستجيب لمسئوليتك عن اهلك وبيتك فاتق الله سبحانه وتعالى في نفسك في اهلك وبيتك مهما كان اللي انت مستمتع بي دلوقتي سواء كانت شهوة سواء كانت نزوة سواء كانت اي شيء ما يسويش ابدا وقفة وانت بتلوز بالله سبحانه وتعالى وربنا بيخاطب قلبك بيقولك اتذكره يوم ما ظلمت امتي لما ظلمت عبادي فاتق الله سبحانه وتعالى وعد واحنا مستعدين لمساعدتك بكفة الصور بس اتق الله سبحانه وتعالى في اهلك يا سيدة احنا النهاردة تكلمنا على السعادة وتعالوا النهاردة نختم زي ما تعودنا في العشر الاخر من رمضان نختم بدعاء وننادي على الله سبحانه وتعالى وننجيه ونقول له اللهم اني غلبت علي نفسي فنشرت في قلبي سواد الكآبتي وجعلتني اغيب عن انك معي فيا من انت معي ويا من انا ويا من تملك مجمعي يا من انت تملأ حياتي يا من انت ترى كل تفاصيل عمري اللهم ارفع عني الحجب وارني مقامك مني وارني مقامك وارني مقامي منك وارني ودك يا رب العالمين اللهم ارني انني بين يديك وارفع عني حجاب قلبي واجعلني من اهل رؤية وجهك الكريم في حال كله يا رب العالمين اللهم اني غلبت علي نفسي نقول لربنا سبحانه تعالى والنجيم مرة ثانية اللهم اني غلبت علي نفسي فنشرت في قلبي سواد الكآبتي وجعلتني اغيب عن انك معي فيا من انت معي يا من انت تملأ حياتي يا من انت ترى كل تفاصيل عمري اللهم ارفع عني الحجب وارني مقامي منك الآن اللهم ارني انني بين يديك وارفع عني حجب قلبي واجعلني من اهل رؤية وجهك الكريم في كل وقت وحين يا ارحم الراحمين اشتركوا في القناة